يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طريقة مغلقة لمناقشة العدد المتزايد من القتل المدنيين في قطع غزة إضافة إلى خطط إسرائيل لتحويل هجوبها إلى مدينة رفح وقد شدد سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانجون على أن هناك صرخة عالية تدوي بين أعضاء المجلس حول الحاجة إلى تحرك عاجل للتعامل مع الكارثة الإنسانية مؤكدا على أن الموقف القوي والمسيطرة على أعضاء المجلس مفاده التحرك العاجل باستثناء عضو واحد في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة